موسيقى 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 فدي مشكلة كبيرة في تحدي مهم عند المسلمين المعصرين أنهم كمواطنين في أي بلد في العالم رفضين فكرة داعش والإرهاب اللي فرضاه والبشاعة اللي هي بتمارسها باسم الإسلام هدي مشكلة ده تحدي فإحنا كنا بنقول بالإضافة لكل المشاكل الاستراتيجية السياسية العسكرية البوليسية اللي هي ما ما تهمناش فيه برضو تحدي إيديولوجي بأنه يبقى فيه تناول المشكلة دي على أساس أنتوا بتقولوا ممكن تذكروا بعض الآيات القرآنية ممكن تذكروا بعض الأحاديث النبوية بس حولتوا صورة الإسلام لشيء بشع ولازم الهجوم على النموذج ده على المستوى الفكري بأنه يتقال أنه مش لأنه ممكن تدرسوا آيات قرآنية أو بتاع ممكن نكتفي بأنه نقول لا ده مش إسلام لازم نهاجمهم كإسلام منحرف كمجموعة من أفكار وحشية بربرية حاولت صورة الإله اللي هو إله كريم رحيم حاولوا لشيء كريه لشيء يعني ما فيش أي مسلم يتقبله لازم يتقال الكلام لازم يتقال أنه أنتوا بتستخدموا بعض الأسس الموجودة في الإسلام عشان تحرفوا صورة الإسلام القرب الشديد من ناحية الفكرية بين أيديولوجية داعش وأيديولوجية الوهبية إن هي نفس الأساس رغم من السعودية طبعا بيعملوش زي داعش بو داعش وصلت درجة من الجنون اللي حاولت العالم كله داعش إنما من ناحية الفكرية من ناحية الدينية في طبعا نسبة كبيرة من نفس المفاهيم وفي علموم في فقهاء وفي علماء سعوديين بيدافوا عندها عشو بيقولوا بيفكروا زينا بس بيعملوا شوية أخطاء لا حكا مش كده لازم بقى فيه زي ما أنت بتقول جرأة في إنه مواجهة المشاكل دي وتنسل الإسلام المعاصر من كل الخزاع بلد ترجمة نانسي قنقر